تعالها بسرعة اقول لك ازاي نلعب بولغاريا او اللي هو التعن بولغاري. اولا كده التمرين ده احسن من الطعن العادي بكتير في نقطة العزل. انت بتعزل العضرة الامامية بشكل كبير عن التاني. وضعية ضهرك ورجلة هتكون مظبوطة ما تكونش عاملة زي ما انت شايف في الصورة كده. الارك ده هيجيب لك مشاكل كتير. مش معنا ان احنا عايزين نلعب ونعزل العضرة الامامية في الرجل يبقى انبهد الظهرين يا معلم. مش رجلك وراء زي ما انت عايز. ممكن تعمله بالشكل ده او بالشكل ده براحتك خالص. ممكن تعمله كده او تعمله كده. حلحسن ما ترتاح. خلاص كده انت زبطت الاداء. عايز بقى تزود اوزان. تزود اوزان زي ما انت عايز. عايز تمسك ضم بالماشي. عندك كتل بالاشطة. ممكن تلعبها بالبور بس هتزاون نفسك شوية عادي يا معلم. المهم الاداء يكون مظبوط. شوية سيك طبعا انك تاخد بصة على اليوتيوب والانستجرام والفيسبوك يا معلم. وضعية رجبتك حاول تنزل تسعين. طب لو ما نزلتش تسعين. حاول انت ما تعملش الحركة دي قاصد. ممكن تكون الموبيلتي عندك وامورنتك ما تسمحش. خلاص تمام. لكن الفكرة لو عملتها قاصد ده مش افضل حاجة. حاول تنزل بزاوية تسعين. وكعبك ما يتلعش من عالارض. حاول ما تفضلش تتنطط تسير. التنطيط هنا مش حلو. والله هلقيت نفسك تمام. والوزن الخفيف زي ما قلتلك. ابقى زود أوزان ما تتنطط شي. بس كده شوفكم في فيديو جديد. هتوحشوني. سلام.